التقى الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي بالسيد جمعة عنات سعدون وزير الدفاع لجمهورية العراق والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث اجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الامانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين ثم عقد الجانبان لقاء تناول سبل دعم اوجه التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة لكل البلدين الشقيقين في العديد من المجالات اعقب اللقاء جلسة مباحثات بين الجانبين تناولت بحث تطورات الاوضاع الراهنة ونعكساتها على الساحة الاقليمية والدولية ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري واكد الفريق اول محمد زكي خلال اللقاء على اعتزازه بزيارة وزير دفاع جمهورية العراق لمصر والتي تأتي في اطار العلاقات الممتدة والتعاون المثمر مع جمهورية العراق ولا سيامة في المجال العسكري من جانبه اكد وزير دفاع جمهورية العراق على امتنانه للقوات المسلحة المصرية والجهود التي تبذلها من اجل الحفاظ على الاستقرار بالمنطقة حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة لكل البلدين والسفير العراقي بالقاهرة والملحق العسكري لجمهورية العراق بالقاهرة انتظر في اطار العراق بالقاهرة ولكن لن تستطيع الوقت الاعطار هاور الحل والدارة والدارة وأجمال ورق